السلام عليكم ورحمة الله الوصفة اليوم هي عبارة على الفلون ديالتار بدون بيض بدون تعقيدات بطريقة ليه بسيطة بزاف نتمنى انها تاجكم وتنال الريضة ديالكم ونتمنى كذلك انكم تشجعوني وشكرا لكم بسم الله في بداية الوصفة سوف نحضر معكم الكاراميل كنستعمل هنا كأس من السكر الخشين او السكر حبيبات كنخليه فوق الكسرونة كنخليه ما كنحرقوش تماما النار متوسطة كنحرقو مرة مرة كسرونة كما غدي تشوفوا معايا ما كنوضعو لملعقة لحتى شي حاجة حتى يبدأ يدوب لي نمزيا كما غدي تشوفوا ومن بعد بالمساعدة ديال الملعقة الخشبية غدي نحاول اناني نخلط الخليط ديالي ومن اللي بني اللون ديالو الأحمر يعني متجانس غدي نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة اذا نحتاج بسكر كامل وياخدك اللون ديال الكاراميل الأحمر الجميل كنضيف ملعقة كبيرة من الزبدة من بعد ما كنضيف الملعقة ديال الزبدة كنحرقو تقريبا واحد واحد عشرين ثانية وكنطفو عليه وهكاك يكون كاراميل ديالنا جاهز نضيف ملعقتين كبيرتين مملوءتين جيدا من الميزينة الميزينة اولا ناشا الدورا بالنسبة للبنات اللي كي يسولوا شنا هي ميزينة كنضيف معها الكأس الاول من الحليب وكنخلط الخليط كله بالنسبة الكيميا اللي استملت فانا استملت نصف لتر مينا الحليب ممكن انكم تضعفوا المقادير كنضيف الحليب كله اللي عندنا ومن بعد كنحرق مزيان يعني خمسة خمسة الكيسان ديال الحليب على نار تكون مهيلة هاد الخطرة كنضيفو الحليب ديال اللي خلطناه مع الميزينة شيئا فشيئا باش ما تكونوش عندنا قويرات وكنحرقو بسرعة اذا من بعد ما كنحرقوه كنخليوه طيب عفونا على العطاب التقني فكنخلط الكيمية كلها اللي عندنا بطبيعة الحال بسرعة باش ما يتكونوش عندنا واحد الكلاكي من بعد غادي نزيدو النار شوية تكون متوسطة وغادي نبقاو نحرقوه هكا بلفوه باش هاديك الخلط ما يتلسقش في القاعد ديال الكاسرونة غادي نحرقوه بحال طيب العادي ديال اي ديسير يعني بحال المهلبية او غيرها فكنحرقوه حتى كيبدأ يتقل عندنا وكيبدأ يبق بق كيما غادي تشوفوا معي في الاخر وغادي نطفعو عليه وهكا غادي يكون جاهز غير ما تغفلوش عليه لانه متى ياخدش الوقت ولكن تيبغي اننا نوقف مع ديك خمسة دقيق باش هكا ما يتكونوش عنا حبيبات ويجينا واحد لاتكستور لي هي ساليسة او لا واحد القاوام لي هو ساليس في الكسان ديال تقديم غادي نوضع شوية ديال الكراميل انا ضفت واحد ناس في كأس ديال السكر ودرته بنفس الطريقة اللي شفته معي في الول اذا كنحطوه بها طريقة بطريقة اللي عشوائية غيرها كبشي بان عندي شكل ديال الكراميل من جناب ممكن تستغنيوا على هاد المرحلة ومن بعد بطبيعة الحال فكنوضع الخليط ديالنا فهدا واحد تسير لي هو سهل جدا ما كتتطلبش مكوينات لي هي كثيرة وكذلك فهو لديد لديد جدا كتحصلو على نفس المدق ديال الفلان كراميل اللي كتشريوه جاهز او لا يوقت بالنسبة لهاد المرحلة عديم اللي يجهز معكم الخالد ممكن تضيف واحد خمسات الحبات ديال الشوكولاتة البيضاء فكتعطيها لد اكتر خليتو في تلاجات قريبا واحد ساعة لاروب ووجد معايا نتمنى الوصفة ديالي اليوم تكون نالت لاعجاب ديالكم ونقول لكم تهلا بفرسكم الى فيديو قديمة ان شاء الله وما تنسونيش بالاعجاب اذا عجبتكم الوصفة